الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام سنطلب الله سبحانه وتعالى يلقيكم هذا الفيديو أنتما في أحسن الأحوال إن شاء الله تكونوا مزينين تكونوا غاية تكونوا ملاحرب يحفظكم ونشيكم يا رب إن شاء الله بحول الله وقواتي على حسب الطلب أنحطوا إبطال السحر الناس اللي عندهم سحر تقاف السحر السحر لتعطل الأحوال أو السحر توقيف الحال كيفاش غادي نبطل بالدون الدون أو الخفيف أو الخفيف اللي تخفف على الإنسان الأسحار تكون عنده سحر التقاف أو السحر سحر توقيف الحال كثيرًا الناس تدروا توقيف الحال الناس اللي متيخفوشهår الله تدروا توقيف الحال إما في الزواج وإما في العمل وإما في الرزق إذن أي حاجة تتبطل إلى مشيتي على طريق الله ودرتي طاقة إيجابية من القرآن الكريم والاستغفار والأذكار وحطيتي تيقتك في الله لأنه هو اللي غادي يبطل عليك هذا السحر الدون تكون غير سبب من الأسباب ولكن السحر حق والعين حق ولكن إلا بطلتي السحر بهذا الدون طريقة اللي غادي نعطيك غادي يرجع السحر إلى صاحبه إن شاء الله بحول الله ولكن غادي تديريها ثلاث مرات كل أسبوع تديريه مرة واحدة تديريه في النهار اللي تزدتي فيه تديريه يوم الخميس تزدتي يوم الأربعة تديريه يوم الأربعة تديريه تزدتي في يوم اثنين تديريه يوم اثنين مع الساعة اللي تزدتي فيها كينين الناس اللي عارفين الأوقات أو تصولي الأم ديالك يمتد زدتي زدتي يوم الخميس ندير الخميس إذا ما كنت عارف الوقت معي جدزت نديره غير النهار اللي تزد فيه إذا لما إذا ما قدرت يجدري في اليوم اللي تزد فيه ديريه يوم الجمعة مع أدان الوقفة أو مع فجر أي صباح فجر أي صباح ولكن الطريقة اللي أعطيكم اليوم طريقة ربانية طريقة إن شاء الله غادي نحطها لكم الطريقة اللي غادي تبطل لكم السحر تقاف البنت اللي متقفى على العمل ومتقفى على الزواج متقفى على أي حاجة أو أي فرحة تدخل لها العتبة ديالة زواج عمل أي حاجة إذا نسكر على الأمور عندنا الأم اللي عندها عندها وليدتها كلهم جالسين بدون عمل كينا المرأة اللي أولادها كلهم جالسين بدون عمل إذن هي تديرها لهم كل واحد تاخد لي مئتين وخمسين جرام ديال الدون وغادي تديرها الطريقة اللي غادي نعطيكم إن شاء الله لأن الخفيف يخفف أمور ديال السحر اللي معمولة لك ولكن الوقت اللي أنك تشري الدون حاولي أنك تشريه من عندها عطار قبلي ولكن تحطي معه الصدقة الصدقة ديال هدك ديال هدك الدون اللي غادي ريال هدك لإبن أو البنت أو الزوج اللي بدون عمل الزوج كان عامل ولكن بدون عمل صدق ما عندوش عمل إما خرجوا من الخدمة وإما جروا عليه وإما بقاش بغي يخدم إذن هذا تخصو خصك تديري له الدون لتخفيف عليه التابعة والعين والحسد وأي حاجة إذن تخرجي معاه الصدقة أو الصكر إما الصدقة خمس دراهم وإما كيلوة الصكر تخرجي صدقة في سبيل الله هذا هو الشرط أنك إذا بغيته يخرج لك ويصدق لك مزيان إذن مئتين وخمسين قرام أو أكتر أنت في الاختيار تتخذي واحد الكسرونة تكون عندك ما بغهاش تخليها دائما لها الطاقة هالطاقة الدون عندك ولدك مريض بدون عمل مسكر عليه الأمور عنده ديما طاقة سلبية أو أنه عنيد أو ما بغيش أنه يقرأ أو ما بغيش أنه يدخل البيت كان بعد الأبناء تبقى وخرجوا بزاف وتمشيوا مع رفقاء السوق إذن تحاولوا أنكم أن الأولاد أو البنت اللي بدون عمل أو الدريا أو البنت اللي بدون زواج غادي نديروا لها هالطاقة طاقة الدون طاقة الخفيف اللي تخفف على على الجسد السحر والدبدبد دياله أو الشهوب اللي تيطلق هما تأطروا على عارض العارض ديال الجن أو عارض ديال المس لفيك لدخل على طريق العين وطريق السحر أو طريق توقيف الحال توقيف الحال تديروا بزاف الناس لما تخافوش الله ولكن خذكم تعرفوا أي واحد وقف الخون مسلم الحال أنه تهوت توقف للحال سبحان الله الله كريم تيرد على الإنسان وتيرد هذه الطاقة تسحر على صاحبها ديري للدون وحاولي أنك توجهي إليك تعرف شخص معين غادي إن شاء الله تكتب الإسم دياله في هذا الإبطال إذن غادي كما عرفته أنا كتبت هذه الآية اللي غادي نقول لكم هيا هيا بين أعود بالله من الشيطان الرجيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منطورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فأنتم تشوفوا مكتوبة وقد تخذي قلم حالك أتكتبي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أنا كتبتها مرة من أحدى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منطورا إذن هاد الآية هاد الآية غادي تكتبوها هنا تكتبوها مرة وحدة مرة وحدة أتطوره مرة وحدة مرة وحدة إذن غادي تكتبوه ربعات المرات أو خمس مرات أو ثلاث مرات انتم في الاختيار وقدمنا إلى ما عاملوا من عمل فجعلناه هباء منطورة إذن غادي تكتبها وغادي تكتبيه اللهم ابطل عنا السحر المعمول لهاد الشخص فلان ودفلانة اللهم ابطل عن هاد الشخص فلان ودفلانة أبطله أبطل عنه السحر توقيف الحال إن كان سحر وإن كان تعين وإن كان حسد لك تتعرفي شخص معينتي إذن لكم السحر الدكري الاسم دياله في الإبطال اللهم ابطل يد فلانة بنت ونانة إذن أنت عارفة اللي غادي تكوني أطسر عليك المرأة اللي ما معاهاش بنتها أو أي حاجة غادي الوقت الإبطال غادي الوقت للطفل الدون تكون عندها قطعة الملابس تكون الداخلية أو الصورة أو الصورة ديال بنتها على حسب أنها بغاة تبطلها وسبحان الله غادي يكون الإبطال سريع جدا لك سبتي هذه الآية هذه الآية من أقوى الآيات حاولي أنك تخويها تأخذ الماء وتقرأ عليه هذه الآية لأن هذه الماء ما غادي توسلي به متى شي حاجة غادي تخويه في مكان عاشب غادي ترشي شي حاجة قليلة على العتبة فقط ولكن تقدري تمسي ديك ووجهك فقط وما بعد غادي تخويه في مكان عاشب بعيد على الأنظار بعيد على القدمين بعيد على يعفضوا عليه القدمين إذن بغينا نبطله بهذه الطريقة الربانية وفيها خير وبركة فيها الصدقة فيها طاقة إيجابية فيها إنسان يبطل ويبطل راسه بدون أنه يمشي عند كاهن أو كاهنة يعطيه طلاسم ويزيده طريقة سلبية في الجسد دياله تقدري تبطلي الراسك تقدري تبطلي الولدك تقدري تبطلي البنتك تقدري تبطلي الزوج ديالك يلم تقف عليك ما بقاش يوصل ليك ما بقاش أنه أنه تقف تخطي شي حاجة في الطريق أو أنه تقفوه الناس اللي ما تيبغيوك إذن تحاولي أنك يديري هاد لوسة إذن غادي نحط هذا غادي نحطو في كسرون أو مغرفة تحاولو أنكم تشلو مغرفة وتحاولو أنكم تديروا هالطريقة اللي غادي نعطيكم هتحطي في مغرفة إذن تحلو مغرفة جديدة هادوك ديل عشر دراهم وغادي تبدو تديروا في هاللدون وانتي المكان اللي غايتديري فيه لدون تحطي واحد صغيرة بحال هادي سطيلة بحال هادي. هان سما. سطيلة بحال هادي فيها الماء. وندير فيها العرعار والشيح. الحرعار والشيح. هنديرو هنا. وغادي ان شاء الله نبدأ ان نبطل بها. هيا هاد سطيلة. غادي نده نخوي فيها الدون. الوقت اللي يدوب. نكون دير سطيلة كيما وريسكم. سطيلة فيها الشيح والعرعار. غير غير حاولوا انكم ديروا هاد اه حاولوا هاد الماء تقرأوا عليه هاد الآية سبع مرات. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منطورة. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منطورة. الوقت اللي تكتبي هاد الآية دوزها على الجسد ديالك بالكامل. دوز هادل دون وتحاول تحيدي العقد كنش العقد. اه الخواتم اي حاجة عندك مربوطة وتحاول تلبسي واحد جلباب ديال الام ديالك او عباية فضفضة وتديروا لك الام ديالك او تديريه الراسك لكي تيب الغربة وتحاولوا انكم تبطلوا وتشوفوا اشنو خرج فيه لكان خرجو صخ راء كين السحر تي هو تشكل نفسه كان تعين تتخرج كان حسد تيخرج حسد تكون بحل مصامر تكون بحل مصامر كان لو صخ تكون هدك السحر مرشوش او السحر بدير لك على حسب توقيف الحال لذا ندير هذا فوق النار ونخلي احتدوب ونقول بسم الله بسم الله بسم الله الله اكبر اللهم بطل بحق هذه الاية الشريفة وما فيها من اصرار ان تبطل عن فلان والفلانة بطل عنه جميع التوابع وغادي ان شاء الله انطفي ثلاث مرات فقط وغادي نجمع هدك البقايا ديالو وغادي اللوحهم في مكان عاشب هدك البقايا ديالو ذك لو صخوا اي حاجة اللوحوا في مكان عاشب نصفي الماء واللوح هدك البقايا ديالو في مكان عاشب واللوح الماء في مكان عاشب ونجي نتبخر بالشيح والعرعار اللي قريت عليه هاد الآية هاد الآية اللي غادي تخدمي بها من الول حتى اللخر لانها رائعة في الابطال الآية من صورة الفرقان الآية 23 وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منطورة وتخرجوا الصدقة ضروري تخرجوا الصدقة معها دنيات الابطال وغادي يكون عندكم ان شاء الله ابطال رائع اذا احبابي خليونا لايك دعموا القناة تفعلوا الجرس تابنوا خليوا تعليق بالصلاة على الحبيب باش يكمل معكم المراد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى